تكون البداية بتحرير الهلال وصولا إلى الأهازيج الشعبية هذا المشهد يعتبر من الطقوس السنوية المتكررة في استقبال شهر رمضان المبارك ولهذا الشهر الكريم بمملكة البحرين تقاليد راسخة تجسد قيم المحبة والتواصل فكما تعمر المساجد بالمصلين يكون للمجالس والزيارات المتبادلة نصيب كبير التفاصيل في التقرير التالي يتحرى العالم الإسلامي كل عام رؤية هلال رمضان فمنهم من يأخذ أدوات الرصد ويشق طريقه للمناطق المفتوحة ومنهم من يعتلي سطح منزله ويرنو بعينه المجردة للسماء عوامل عدة يجب توافرها لعملية رصد الهلال منها أن يكون الراصد في مكان مرتفع ومستو يظهر فيه الأفق دون معويقات كالتلال والجبال والعمران كما يبتعد الراصد عن مصادر الإضاءة المشوشة لعمليات الرصد وبنبرة ملؤها الشوق لاستقبال الشهر الفضيل يأخذنا صوت الأهازيج الشعبية التي لا تزال تتردد في عقولنا كل عام تتمايل ابتسامتنا معها وكأننا نسمعها لأول مرة وما أن يستبشر الناس بدخول الشهر حتى يتبادل التهاني والتبريكات بهذا الطيف الكريم تتبادر إلى الأذهان الذكريات القديمة المتجددة بين الألعاب الشعبية والمساجد والمجالس العامرات بأهلها فهو قديم يتجدد دائما ويجدد فينا روحا قد خبت مع صروف الحياة ويجدد في الحياة رونقا يزداد نورا على نور أمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر